قامت قناة فوكس سبورت الأمريكية بزيارة فريدة من نوعها للمملكة البحرين وذلك بعد أن استطاعت البحرين أن تكون محطة أنظار العالم بعدد الإنجازات التي حققتها في فترة قياسية وذلك للتعرف بشكل أكبر على قائد ومؤسس منظمة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لفنون القتال المختلطة وتزامنا مع المعسكر التدريبي للمقاتل المحترف بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين حبيب نور محمدوف استعدادا للنزال الرئيسي بالوزن الخفيف في بطولة القتال المختلطة UFC فقد حرصت قناة فوكس من خلال اللقاء الذي أجرته مع سموه بتسليط الضوء على ما حققته مملكة البحرين في الفترة الأخيرة من إنجازات متعددة على جميع المستويات بالإضافة للتعرف على بداية حكاية رياضة فنون القتال المختلطة مع سموه والقاعدة القوية لهذه الرياضة التي بنيت في هذه المدة القصيرة ممكنها من الانضمام إلى كبار الدول والمنظمات